اشتركوا في القناة المجتمع والافراد لمواجهة التحديات اللي بيطرحها السلوك الانتحار في المجتمع باعتبار ان ده اهم عنصر لضمان فعالية التعاون العالمي للوقاية من الانتحار يمكن بالصدفة يعني انه في الفترة اللي العالم فيها بيحيي هذه المناسبة وبيحاول يعمل جاهدا لمنع ظاهرة الانتحار في الايام دي تحديدا يمكن فيه زياد كبير جدا في نسبة او في حالات الانتحار اللي بتحصل في مصر خصوصا تحت عجلات مترو الانفاء للدرجة اللي خلت يعني مسؤولين المترو يقولوا الناس انه ما تنتحروش يعني في المترو علشان ما تعطلوش مصالح الناس يعني كان ده التحرك الاول اللي خليت الدولة رغم انه كان مفروض ان فيه تحركات وخطوات تانية عشان تشوف ليه هذا الامر اللي هي الانتحار تحول الى ظاهرة بالشكل ده مش بس في المترو احنا من كم اول مبارح بالزبط تحديدا برضو في شاب في شبرى الخيمة اطلق النار على نفسه وانتحر علشان خلاص يقس من حياته وسبب رسالة انه خلاص كده قريح ليكو يعني وللدنيا كلها وبالتالي واضح انه فيه ازمة بتقود الناس للانتحار اسباب اقصادية اجتماعية ايا كان الموضوع ايه بس فيه مشكلة لازم المجتمع يقف عندها ويستغل هذا اليوم العلامي علشان يقف عندها في مصر ويشوف المشكلة فين وممكن تتعالج ازاي تعالوا نشوف بعض الارقام حوالين حالات الانتحار في مصر ونرجع نبدأ الحور خلونا نرحب عبر خدمة سكايب الدكتور اهايو الخراط استشاري الطب النفسي يا دكتور برحب بيك معايا في بتوقيت مصر والحقيقة انه زي ما قلنا انه التزامن اليوم العلامي اللي منع الانتحار مع الفترة دي اللي بتشهد معدلات الانتحار عالية جدا في مصر خلينا نقف ونتساءل ونحاول نفهم ليه اعداد الانتحار زادت بهذا الشكل الملحوظ في الايام الاخيرة في مصر اهلا بيك يا فانديم طبعا احنا لازم ناخد بالنا ان معدلات الانتحار في معظم دور العالم قريبة من بعض مع تفاوت نسب يعني مثلا في الولايات المتحدة واحد في المية من السكان بيتم او واحد في المية من الوفيات يعني بيتم اعتبارها على انها انتحار وده نسبة عادي يعني 34 الف منتحر في السنة او في الولايات المتحدة الامريكية لكن الثابت ايضا انه معدلات الانتحار بتزيد مع الازمات الاقتصادية وبتقلة مع الحروب والرجال اكثر اقداما على تنفيذ الانتحار والنجاح فيه فثلثي المنتحرين في كل حتة في العالم بيكونوا رجال رغم أنه النساء أكثر يفكروا أكثر الانتحار لكن اللي بيقنم على الخطوة وينفذها بيكون الرجال بالنسبة أكثر بالضبط جدا فإحنا نتكلم على إحصائيات نجد أنه في مصر لازال الإبلاغ عن الانتحار أو اعتبار الحالة وتقريرها على أنها انتحار قليل عدد كبير جدا من المنتحرين فعلا لا يتم تسجيل في شهادة وفياتهم أن الحالة الانتحار وبالتالي لا توجد أبحاث دقيقة وأحصائية على ذلك وربما أظن أن الارتفاع في عدد حالات الانتحار هو أكثر بسبب زيادة الإبلاغ عن الانتحار أو أن الانتحار أصلا بيحصل في مكان عام زي ما شفنا في المترو وزي ما شفنا ناس بترمي نفسها في النيل وغيره وبالتالي بيكون مرصود حالة الانتحار فمش حاجة في بيته ممكن يتم التعمية عليه أو في العزلة إنما زي ما قلت يا حضرتك في الكساد العظيم بتاع سنة 1930 زادت حالات الانتحار بشكل مرحوظ وبالتالي معروف أنه الظروف الاقتصادية واليأس من القدرة على الإفاء بالاحتياجات المادية للأسرة بيدفع كثير من الرجال خصوصا للانتحار ولما يكون الانتحار بشكل عام كده يستطيع الإنسان أن يستنتج منه موجه برسالة غضب للمجتمع يعني الانتحار تحت عجلات المترو والانتحار في مكان عام وعايز أكبر عدد من الناس يشهدوا الوقع آه علشان كأنه بيوصلهم أن أنا بعقبكم على أن المجتمع لم يسمح لي بأن يسدد احتياجات المادية طيب خلينا ننتقل بقى لتعامل الدولة مع الموضوع هل حضرتك حسيت أن الدولة حسة بأنه فيه أزمة أو أنه الفترة الأخيرة شهدت معدلات انتحار أكتر فبالتالي ممكن يكون فيه تفكير فيه خطوات من جانب الدولة وإيه هي الخطوات لأنه في النهاية طبعا الخطوات إحنا تكلمنا عن أنه الأسباب الاقتصادية فأول خطوات إن أنا أحسن الوضع الاقتصادي للناس بس ده يعني محتاج شغل كتير جدا لكن الأولويات والخطة العجلة اللي محتاجة تنفس بسرعة علشان أو أقلل عدد المنتحرين ممكن يكون إيه؟ يعني هناك يعني ما يسمى المدخل الشامل أو المدخل العام اللي هو بيحسن ظروف المعيشية عموما ويحسن ظروف النفسية عموما في المجتمع مجتمع المصري صار مجتمع محتقم كان لديه تطلعات عليها في 2011 وهتفات عليها وشعرات يعني تحمل طموحات وأمال كبيرة أحبطت وتم تعود وراء وعود بأن الحالة هتتحسن وأن ظروف هتتحسن فإذا بيه الوضع يزداد تقشفا بيسموه الظروف ديش مع ظروف تقشفية عامة مع إحساس يعني مثلا لو كنا احنا في حرب مع دولة أخرى والظروف الإقتصادية صارت ضاغطة زي ما أسنع حرب العالمية التانية أو في مصر ما بين 67 و 73 ما كانش فيه معدلات انتحار عالية لأنه فيه إحساس بأن احنا كلنا معبئين في حرب ضد عدو خارجي ملموس ولكن محاولة إعطاء الشعب رسالة أن أنا في حرب ضد الإرهاب مش بنفس قوة الحرب الحقيقية يعني أو الحرب اللي هي حرب دول مع دول ومع جيوش ومع عدو واضح مع الإحساس بأنه فيه رسالة أنه الإرهاب تم القضاء عليه وأنه هتكسب طيب دي زنوف العامة إنما فيه الخطوات المحددة هو وجود مثلا خط ساخن للذين يفكرون في الانتحار والإعلان عنه بشكل منتظم هو طوافر العلاجات للإكتئاب وتوافر العلاجات للإضطرابات النفسية الأخرى هو وجود مساحة لكسر العزلة طبعا العزلة والانسحاب والاكتئاب ووجود ضلالات أي أفكار مرضية سابتة لا تتغير بالواقع أو بالمنطق كلها أشياء ممكن تؤدي إلى الانتحار وجود تهيج بعض أنواع الترابات الشخصية فطرق التعامل النفسي وما يسمى الوقاية النفسية وبناء الاستردادية بناء مهارات الحياة بناء مجتمعات صغيرة متربطة ليس فيها انتهاك أو إساءة لكن فيها دعم ليس فيها تنافس شديد لكن فيها مسندة واحتواء كل هذه الأشياء قابلة للتحقق في أي دولة وفي أي مجتمع مع إطلاق مثلاً مزيد من الحرية للمجتمع المدني ومزيد من الحرية لتعليم مهارات الحياة وزيادة مثلاً من ضمن الأزمات في مصر شرط النقطة مهمة جداً لازم برضو نستغليها نحن نوقف عندها ونفكر بحالة زي حالة مركز النديم مثلاً هو مركز أهلي كان بيقدم خدمة نفسية وعلاجية لمن تعرضوا للعنف وبيأهلهم للتعامل مع المجتمع من بعده وللأسف لأسباب محدش عارفها تم إغلاق وبالتالي دور المجتمع المدني مهم جداً نتكلم على دور الدولة أنه أنا عندي فعلاً حاجات ممكن تقوم بدور في هذا الإطار لكن أنا مش قادر أستغلها أو يمكن بحاربها بشكل مزبوط طبعاً مركز النديم وهو يعني عيادة مرخصة ومركز دراسات عظيم وفريد في مصر وتعامل مع عشرات الألاف من المواطنين المصريين وأكيد ساعد عدم كبير منه لكن أنت عندك زوار أخرى مثلاً يعني مثلاً مهنة المعالج النفسي الخريج أداب علم نفس الذي يسمح له بممارسة مهنة العلاج النفسي عليها تضييق شديد جداً كما لو كان الطباء النفسيين بيشعروا وأنا طبيب نفسي طبعاً خريج طب ومش خريج أداب لكن مع ذلك أنا بقولك أنه خرجين الأداب بالقسم علم النفس وخرجين ما يسمى كليات المشهورة والإرشاد النفسي مضيق عليهم وبالتالي المداخل التقليدية للدعم النفسي اللي كانت موجودة في العيلة والعيلة الممتدة أولاد العمومة وأولاد الخال هذه تضاءلت حتى في القرية كل واحد على حالة مشاكله الشخصية حتى في نطاق الأسرة فكل شخص بيحس أنه وحيد يعني بالضبط فأنت ما عندكش بقى أنت في مرحلة ما عادش فيه المدخل الحداسي اللي هو المشير النفسي المعالج النفسي أنواع الإرشاد النفسي أنواع المجموعات المسندة مجموعات الدعم هذا المدخل الحداسي محدود ويتم التضييق عليه يعني عشان الواحد يبقى معالج نفسي لازم ياخد مش عارف كم دبلومة كلينكية ويمتحن كم امتحان وتقرر لجنة بقيادة طبيب نفسي وهو ده خصائي علم نفسي مش لازم يكون طبيب نفسي وهكذا فأنت الوظائف المساعدة اللي بتدعم الناس الأكثر عرضة زي المكتئبين أصحاب الطباط المسيح نكون إسا بنشوف تصريحات يا دكتور لأنك برضو أشارت النقطة مهمة جدا أنه رئيس الوزراء مبارح كان بتكلم عن أنه الكليات الأدبية ملهاش شغل وأنها الأفضل يعني أنه هما يكون فيه قبال أكبر على العمل الفني وغيره رغم أنه حابتشير يعني قسم مهم جدا فيه كلية أداب وقسم علم النفس أنا ممكن أستغل طلابه أنهم يقدموا هذه الخدمة في حالة لو أصلحت المنظومة فبالتالي أنا عندي قدرات مهدرة أنا قادر أن أستغلها مثلا وفيه مثلا وظائف مهمة دلوقتي هناك ما يسمى خدمات الكيررز أو مقدم العناية الصحية مثلا المتقدمين في السن أو للأطفال أو لكذا هذا النوع من الخدمات أيضا مضيق عليه يعني ترخيصه وتصريحه إلى آخره محدودة وبالتالي نحن بنفقد الأخصاء الاجتماعي الأخصاء الاجتماعي لا يقوم بدوره أو لا يقوم بربع الدور الذي من الممكن أن يقوم به في مواجهة أزمات الأزمات النفسية مثلا لطلاب المدارس في النوادي في الأحلاء في مواجهة حالات العنف حالات التحرش يعني عدد كبير من الذين يخدمون الانتحار كانوا قد تعرضوا لاعتداء جنسي أو بدني أو نفسي في طفولتهم أو زي محضرتك أشارت تعرضوا لتعذيب أو تعرضوا لمعاملة قاسية وكذا الأخصاء الاجتماعي ليه دور كبير في الوصول لهؤلاء ولحمايتهم مثلا من الاعتداء وكذا هذا الدور غير مفاعل تبدأ والله يعني حق أشارت الكام نقطة فعلا مهمين جدا تكلمت على دور الأخصائي حتى الاجتماعي في المدرسة اللي احنا بتعتبر وظيفة يعني لما يكون الشخص موجود أو المدارس ده موجود أو الأخصائي نفسي موجود يمكن الناس بتقعد خمس ست سنين طول فتر المدرسة ما تعرفش أصلا هو بيعمل إيه تفعيل دور الأخصائي نفسي أو الأخصائي الاجتماعي في المدرسة ده مهم استخدام أو استغلال خريجي الكلية الأداب علم النفس مهم ده كل حاجات أنا ممكن أستخدمها بحيث أن أنا أخذ وقت يعني مع الوقت أبدأ أخلي الناس تعرف تتعامل إزاي مع مشاكلها النفسية وده السؤال بقى المهم يا دكتور المصريين عندهم مشكلة دايما في تقبل فكرة العلاج النفسي أو الإدراك أنه النفس دي يعني ممكن تبقى عندها مشاكل زي القلب وزي الرئة وزي أي عضو في جسم الإنسان ممكن راح يبقى يكون عنده مشاكل نفسي ومشعيب أن نروح لدكتور نفسي لكن يمكن النسبة من المصريين اللي مدركين هذه الحقيقة واللي بتعاملوا مع أطباء نفسيين قليلة جدا 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 مجتمعيا حتى يعني طبعا مثلا يكفي لنا أقول لحضرتك أنه تخصصات الطبية في أمريكا أول تخصص البطنة تخصص الجراحة تخصص الطب النفسي يعني على الطلب بمئات عددهم عندما في مصر حصل الطفرة حقيقية من ساعة ما ما خصصت في الطب النفسي مثلا سنة 87 88 كان وطلع لي ترخيص الأخصائي الأخصائي طب نفسي كان رقمي 400 أو حاجة دلوقتي فيه 3,000 بس 3,000 فيه 90 مليون يعني ولا حاجة لا أهب تقول أنه فيه 3,000 طبيب نفسي فقط في مصر كلها آه طبعا 3,000 وده يعني يعتبر قبزة من اللي احنا كنا فيه يعني 1,000 على 90 مليون يعني ده رقم ده الواحد يعني ممكن اللي نخرج بين الفقرة هو الرقم ده في مصر فيه 3,000 طبيب نفسي بيعالج 90 مليون مصري طبعا طبيعي جدا نحن نشوف الأمور بتطور إلى هذا الوضع ونحن نشوف حالات الانتحار بتزيد المشاكل النفسية خد بالك يا دكتور برضو وده برضو مهم النحو عنده أنه احنا نكلم عن التحرش التحرش ليه أسباب نفسية الانتحار ليه أسباب نفسية العنف الأسري والمجتمع ليه أسباب نفسية لو اهتميت بالطب النفسي وبالعلاج النفسي هحل مشاكل كتير جدا من المنبع بس إزاي هعمل الدواء عندي هذا النقص الكبير جدا في عدد أطباء بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة الحقيقة جدا يعني نتمنى أن يكون حد بيسمع ويهتم بهذه النقاط لأنها نقاط في غاية الأهمية والخطورة بشكرا شكرا جزيلا دكتور إهابيل خراط استشاري أبطب النفسي